اقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي بارك الله فيك يا موفق نعم هكذا ضرب الشاعر بهم الأمثال الإقدام لعمر والسماحة لحاتم والحلم في أحنف والذكاء لإياس أهو إياس بن معاوية يا شيخ خن بن الجوزي؟ تماما يا موفق وكان من أذكى القضاء وقد رويت عنه حكايات كثيرة تدل كلها على الفطنة والذكاء والذكاء في القضاء عنصر هام وميزة يجب أن يتحلى بها من يتحمل مسؤولية الحكم بين الناس قرأنا في كتابك الأذكياء وفي سياق المنقول عن ذكاء القضاء حكايات كثيرة عن ذكاء إياس بن معاوية فهل أمتعتنا يا أستاذنا بن الجوزي بأطرفها؟ لا بأس ومن ذلك ما أخبرنا به أبو الحسن القيصي قال إن رجلا استودع أمينا من أمناء إياس بن معاوية مبلغا من المال هل كان لابن إياس أمناء؟ وما يقصد بالأمين؟ أمين القاضي أو أمين الحاكم كان لقبا يطلق على المسؤول عن الخزانة خزانة توضع بها أموال القضاء من غرامات أو ديات أو أمانات تماما وتقول حكاية القيصي إن رجلا استودع أمينا من أمناء إياس مبلغا من المال يحفظه عنده حتى يرجع من سفره أمنات يعني تماما وسافر الرجل ورجع وراح إلى الأمين يطلب ماله فجاحده الأمين أنكر أنه أخذ المال فأسرع الرجل يشكو إلى إياس ما حدث وبعد أن استمع إياس إلى الرجل قال لا وهل علم الأمين أنك أتيت اليوم إلي لتشكوه؟ لا يا مولاي إياس لقد جئتك دون أن أخبر أحدا حتى ولا أهلي حسنا وهل شكوته لأحد غيري قبل أن تأتييني؟ لا 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 يا مولاي أقول أني لم أخبر أحدا قدت بهذا الأمر حقا؟ إذن فانصرف الآن يا رجل وعود إلى دارك وارجع إلى عملك وكتم أمرك عن كل الناس يومين وفي اليوم الثالث تعال إلي تجد الفرج من عند الله إن شاء الله حياك الله يا مولانا إياس بن معاوية حياك الله وخرج الرجل فدعا إياس حاجبة وبعثه ليستدعي أمينه ذلك وجاء أمين الخزانة لا يعرف لماذا استدعاه إياس لقد طلبتك اليوم يا أمين الخزانة لأخبرك أن مالا كثيرا يأتينا وأريد أن أحفظه في مكان أمين أنت تعلم يا مولاي أني أحفظ أموال القضايا عندي وهي في أمان أعرف أعرف لكن المال الذي سيأتي هذه المرة لا يحصى ولا يعد وقد احترت لمن أسلمه من بين الأمناء أنت تعرف أن لنا أمناء أربعة وقد بعثت إليك أنت أولا لأسألك هل خزانتك حصينة؟ حصينة تماما يا مولاي اطمئنا بالا ولو كانت آلاف الآلاف فهي عندي في الحفظ والصون طمئنتني يا رجل إذن فلتستعد فلربما بعثنا إليك بالمال قريبا أشكر لك ثقتك يا مولاي وأنا دائما رهن الإشارة وفي اليوم الثالث رجع الرجل إلى إياس بن معاوية فقال له والآن انطلق إلى صاحبك الأمين الذي استودعته مالك فكرر الطلب فإن أعطاك فلا بأس وإن أصر على إنكارك وإنكار مالك فأخبره أنك ستشكوه إلي والخير يكون إن شاء الله ورجع الرجل إلى الأمين فطلب ماله فأنكره أول الأمر لكن الرجل هدد أمين الخزانة وقال له إنه سيشكوه إلى القاضي إياس وما كاد أمين الخزانة يسمع اسم ابن إياس حتى أصرع ودفع إلى الرجل ماله حتى لا تتزعزع ثقة ابن إياس فيه فيعهد إليه بالمبلغ الكبير من المال لكن ابن إياس حين عرف الحكاية زجر أمين الخزانة وأعفاه من عمله وعاقبه حقا يا أستاذنا بن الجوزي إن القضاء يحتاج إلى الذكاء والقاضي العادل يكون ذكيا بالفطرة لقد أوردت لنا في كتابك الأذكياء علامات لذكاء إياس كنا نعجب حين نقرأها مثل قوة فطنته حتى حين يسمع نباح الكلام نعم نعم أوردت في كتابي أن أبا عمر بن بحر الجاهظ قال إن إياس كان يوما يسير مع بعض صحابه فسمع نباح كلب من بعيد فقال للصحابه هذا كلب مشدود وبعد قليل سمعوا نباح الكلب مرة ثانية فقال لهم إياس الآن فك الكلب من قيده سأله أصحابه فكيف عرفت قال إياس كان نباحه وهو مشدود موثق يسمع من مكان واحد فلما فكه أصحابه سمعنا نباحه يقرب مرة ويبتعد أخرى وحكى الجاهظ أن إياس بن معاوية مر يوما مع صحابه بمكان فسمعوا كلبا ينبح ثم سمعوا نباح كلاب أخرى قال إياس أما الكلب الأول فهو كلب غريب سأله أصحابه وكيف عرفت ذلك قال إياس سمعت نباحه ضعيفا خاضعا بينما نباح الكلاب الأخرى شديد حتى حواسه كانت ذكية والله سبحانه وتعالى يهب الذكاء لمن يشاء وإننا لنطمع في أن نسمع منك يا أستاذنا بن الجوزي بعض ما دونته في كتاب الأذكياء عن فطنة إياس بن معاوية في القضاء وذكائه في الفصل في قضياء أخبرنا أبو محمد القرشي قال إن رجلا استودع تاجرا من معارفه بعض المال وغاب مدة ثم عاد ليطلب ماله فجحده صاحبه فرح الرجل إلى إياس وأخبره عما حدث وقال إنه أعطى صاحبه المال في مكان كذا وكذا سأله ابن إياس فمن حضر؟ من كان شاهدا على ذلك؟ لم يكن معنا أحد ولم يشهد ذلك غير فأي شيء كان في الموضع الذي أعطيت فيه صاحبك المال ما أفهم الذي تسأل عنه يا مولاي ابن إياس تقول إنك أعطيت صاحبك المال في مكان كنتما تلتقيان فيه فهل هذا المكان صحراء جرداء أو كان به شيء تذكره؟ به الشجرة شجرة عتيقة كبيرة نلتقي كثيرا تحتها والشجرة إلى جانب طاحون أسمعت أيها التاجر أم أنت تنكره؟ أنا لا أنكر أن إبراهيم صاحبي وأننا كثيرا ما نلتقي وأنه يأتيني في دكاني وأنا تبادل المنافع لكن ما ذكره لكم من أنه استودعني مالا فهذا ما لم يحدث لكنه حدد لنا المكان الذي أعطاك فيه المال تحت الشجرة أية شجرة؟ شجرة الخروع أمام الطحونة القديم أنا لا أعرف شجرة الخروع ولا أعرف طواحي تنكر الآن وأنت قد لا 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 يا إبراهيم ما هكذا يكون التخاصم يا رجل صاحبك ينكر ما حدث وربما كان على حق كيف يكون على حق؟ تقصد أني أداعي عليه زورا؟ بل ربما قد هويئ إليك هويئ لي؟ نعم هويئ إليك ربما خيل إليك أنك استودعته المال وأنت في الحقيقة دفنت مالك عند الشجرة أنا دفنت مالي عند الله أقول ربما يا إبراهيم أقول لعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت كيف يا مولاي القاضي أدفن مالي وأنسى أنني لا تضع وقتنا يا رجل انهض الآن وأسرع وانطرق إلى الموضع الذي وصفته لي أروح إلى الشجرة؟ نعم الآن وأسرع انطلق إلى المكان الذي ذكرته لنا وانظر تحت الشجرة فلعل الله يبين لك ما ضاع من حقك كيف يا مولاي القاضي؟ اسمع كلامي وانطلق إلى الشجرة ربما حين تصل إلى هناك تتذكر أين تركت مالك لكني مستوثق من أنني وبعد أذهب أذهب يا مولاي القاضي أذهب أسمع وطع لكن أسرع بالله عليك فأنت ترى أنني أقضي بين الناس في قضايا أخرى وسأستبقي صاحبك التاجر هذا هنا معي في مجلسي حتى تعود أنا يا مولاي القاضي؟ أنا أظل هنا؟ حتى يعود فلربما تذكر شيئاً كان قد نسيه وينفض الخصام لكنه لكنه قلت لك أقعد وانتظر أقعد يا مولاي وأنتظر نادي أيها الحاجب على الشاكي الذي يلي مضى الرجل الشاكي وخرج من مجلس القضاء عند إياس مضى كما أمره إياس نحو الشجرة وكانت الشجرة قرب الطاحونة القديمة بعيدة عن مجلس القضاء ومضت ساعة وإياس يقضي وينظر بين الحين والحين إلى التاجر القاعد في قلق وفجأة سأل إياس التاجر بسرعة ترى هل صاحبك قد وصل إلى الشجرة التي يقول عنها؟ لا يا مولاي القاضي لا بعيدة جدا في آخر البلد إذن أنت تذكرها أيها التاجر الماكر قد وقعت يا عدو الله لقد ذكرت الشجرة وقدرت مسافتها فهي إذن حقيقة وكل ما قاله صاحبك صحية أخذت ماله وأنكرته وبهذه الملاحظة الذكية استطاع إياس بن معاوية أن يكشف الخائن وأن يعيد المال إلى صاحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر